أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مصر وقطر وباقي الأطراف من أجل التهديئة في غزة وعودة المحتجزين وشدد بايدن خلال كلمته أمام الجماية العامة للأمم المتحدة على ضرورة معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مجددا تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنفيذا لمبدأ حل الدولتين أعمل مع قطر ومصر للتقدم باتفاق لوقف إطلاق النار ولإطلاق الصرائح وأيد مجلس الأمن هذه الخطة أنا الأوان للأطراف أن تضع لمسات نهائية على هذا الاتفاق أنا الأوان لإعادة الرهائن إلى ديارهم وإذ ننظر إلى الأمام علينا كذلك أن نعالج زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية ونبدأ أن نهيئ البيئة لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين